ملف الحرب في أوكرانيا يزاحم باقي الملفات ويستأثر بحصة الأسد في مناقشات قمة دول العشرين مسودة البيان الختامي غير النهائية وعلى الرغم من أنها أشارت إلى وجود مواقف مختلفة للدول الأعضاء من الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنها نددت بالحرب وتدعياتها الاقتصادية على العالم حيث اعتبرت أن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي وتعمق أزمة الغذاء والطاقة والتدخم من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن بلاده ترفض محاولة إدانة روسيا في البيان الختامي للقمة متهما الدول الغربية بمحاولة تسييس هذا البيان لفروف خطب أيضا ودى الصين الصديق القديم لروسيا حيث هنأ شي جينجبينج على إعادة انتخابه لمعصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني وسرح أن موسكو مستمر في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الحليفين إننا مقتنعون بأنه بعد تجديد الحزب وجهاز الدولة عقب نتائج المؤتمر والدورة المقبلة للمجلس الوطني لنواب الشعب سيتم ضمان الاستمرار في اتجاه شراكتنا الشاملة وتفاعلنا الاستراتيجي ليس هناك شك في أننا سنكون قادرين على استغلال الفرص الجديدة لإطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الثنائية تصريحات لافروف تأتي بعد المباحثات التي وصفت بالتاريخية بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصينية والتي عبر فيها كل الطرفان عن رغبتهما في تجاوز الخلافات التاريخية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتقريب وجهات نظرهما بخصوص القضايا الخلافية وعلى رأسها استخدام الأسلحة النووية إضافة إلى تفاهمات بخصوص الحرب الأوكرانية اشتركوا في القناة